أهلا بحضراتكم من داخل القصر الرئاسي في أنكرة برحب الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ودعني أرحبك أستاذ أحمد وأسألك كيف ترى الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي في أنكرة؟ يعني زي ما أنت وحضرتك بسطتها يا دكتورة هي زيارة تاريخية زيارة بتحمل معاني كثيرة جداً وتحمل أهداف وملفات كثيرة جداً وبالتالي أهمية هذه زيارة بتنبع أولاً من الوضع الإقليمي اللي احنا عايشين فيه والوضع الإقليمي الصعب اللي النهارد المنطقة على شفة حرب إقليمية واسعة هذه الظروف الصعبة بتطلب تنسيق وتشاور كامل ما بين الدول الأكثر تأثيراً في المنطقة نتكلم عن دولتين كبيرتين مصر وتركيا دولتين لهم نفوز كبير لهم تأثير كبير على أوضاع المنطقة وبالتالي بدون أي بدون التنسيق ما بين الدولتين دول بيبقى فيه مشكلة عشان كده التنسيق والتشاور المستمر بين الدولتين هيكون لي تأثير الفترة القادمة وده اللي بيحرص عليه الرئيسين خلال هذه الزيارة لأنه احنا بنتكلم مثلاً على ملف زي ملف غزة ملف الإقليمي والحرب الإقليمية بالدول الكبرى والدول المؤسرة لا بد أن يكون هناك تعاون ما بينها في هذا المجال واحنا النهاردة بنتكلم عن الهدف الرئيسي هو منع وقوع حرب إقليمية في المنطقة وإيقاف الحرب في غزة مصر وتركيا ركزتين أساسيتين في المنطقة وهم اللي ممكن ينعوده كبير جداً وده حتى اللي أشار إليه الرئيسين خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة منذ الفترة قديمة ده ملف الأول ملف التاني ملف العلاقات المصرية التركية وده ملف غاية في الأهمية طيب دعني أسألك أستاذ أحمد يعني ما أهمية العلاقات والأهمية الاقتصادية اللي هتعود على مصر من هذه الزيارة خلينا أقول لك أنه دولتين بيمتلكوا إمكانيات كبيرة جداً إمكانيات استثمارية وإمكانيات تجارية وإمكانيات خاصة في استثمار الصناعي تركيا لديها استثمارات كبيرة في هذا المجال ولديها استثمارات في مصر أيضاً مصر تميز بأنه عندها فرص وعدة للإستثمار وبالتالي التعاون المشترك ما بين الدولتين حيفتح باب لهذا الإستثمار المتبادل والتبادل التجاري حيتزايد بشكل كبير جداً ده لصالح الشعبين وإحنا دايماً خليناً أقول أنه دايماً رسالة من رسائل الرئيس السيسي الهدف الأساسي من كل تحركاته وكل علاقاته هي تحقيق تطلعات الشعب المصري لمستقبل أفضل اقتصادياً وإستساسياً وعلى كل المجالات وتحديداً عشان تقدري تبني عليها اقتصادياً وإستثمارين فترة قادمة أنت بتكلم على لا بد من الارتقاء بمستوى هذه العلاقات عشان كده مجلس التعاون الاستراتيجي اللي مبيني البلدين اللي يترأسه الرئيسين اليوم ده جزء من أهدافه هو الارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى التجاري على المستوى السسمائي على المستوى السياسي على المستوى دبلوماسي لأن ده حيفيد أكتر فترة قادمة في نسبة الاستثمارات في نسبة التبادل التجاري اللي هتحقق مصالح البلدين في تنمية شاملة ما بين الدولتين طيب حاجة مهمة برضو استاذ احمد فيما يتعلق بالطاقة لانها من ضمن الاشياء الهامة اللي بتتعلق بالزيارة وهي يعني الحقيقة تعتبر ملف عالمي وطبعا ده يعني ملف هام بالنسبة لمصر توصف هذي التفاصيل ازاي خلينا اقولك ان دي تفاصيل يعني كان هناك في تطورات فيها خلال السنوات الماضية وبالتالي لما باجي اتكلم النهاردة وكانت المشكلة انه ملف زي ملف الطاقة ده ملف المستقبل بالعكس ده فيه كتبات كسيرة جدا بتكلم عن حروب المستقبل هي حروب الطاقة وبالتالي لا احنا مش هدفها ابدلا حروب مصر هدفها دائما ان يكون فيه تعاون تعاون من اجل التنمية اي ملف من هذي ملفات التعاون فيه والتنصيق والتشاور هيحقق فيه انجازات كبيرة جدا لان اما اي صراع فبيؤثر على كل الدول هنا ده ده المذهب او ده ده العقيدة المصرية عقيدة مصر ليست دولة عدائية ليست دولة تبحث عن عداء معاحد وانما تبحث دائما عن سلام عن شراكة استراتيجية عن تعاون من اجل التنمية لما نحط السوابة التلاتة المصرية مع احترام الخصوصية وعدم التدخر في شؤون الاخرين لما نحط هذه السوابة المصرية نعرف النهاردة ان جزء من هذه الزيارة وهذا التعاون هو في ملف الطاقة وازاي نقدر نستثمره لصالح شعوبنا كلنا النهاردة مصر كانت سباقة في انها عملت ننتدى شرق المتوسط وبدأت تنضم اليه دولة اخرى منطقة شرق المتوسط منطقة وعدة لابد من التنصيق فيها لابد من التشاور فيها ولابد من ان احنا فيه تعاون ما بيننا كدولة الكاسيرة جدا لان ده المستقبل للفترة القادمة والتالي هذا ملف من الملفات المهمة جدا جدا في المنبحثات وفيت العلاقات مش بس ما بين مصر وتركيا ما بين مصر ودول الشرق المتوسط بك بشكل طيب استاذ احمد يعني حضرتك اتكلمت عن الشرق الاوسط والطاقة ما فيش شك طبعا ان العالم بينظر الى هذه الزيارة فيعني بيقال طبعا دوليا انه يعني بينظر الى هذه الزيارة من كل دول العالم فرأي حضرتك ايه على هذا النظرة العالمية الى هذه الزيارة لانه انا بتكلم عن دولتين بيمثلوا قوتين كبيرتين في المنطقة وهم رمانة ميزان استقرار في المنطقة تكلم عن تركيا مصر بكل ما لها من ثقل يعلمه العالم بكل ما لها ما لها من قدرة وتأثير ونفوذ مش بس اقليمي لما كمان دولي تكلم عن تركيا ايضا بما تنتلكه من قدرات وقوة وبالتالي وجود الاجتماع ما بين قيادة الدولتين متمثلة في رئيس عبدالفتحة سيسي ورئيس رجب طيب اردوغان ده لابد يكون العالم بيتمحى في ظل الظرف الحالي ظل حرب مشتعلة في غزة بتمتد بعد كده الى الضفة الغربية واسرائيل بتسير في خطة تنفيذ مخططها اتنين صمت عالمي غريب جدا خلينا نقولك يا دكتور النهار دا لو انت بتتكلمي عن ايقاف الحرب في غزة ومنع المخطط الاسرائيلي لابد ان احنا نعلم دعني اضيف لحضرتك عشان هو معي نفس مع نفس الاجابة انه يعني طبعا كلنا عارفين انه العالم كله يعني الاقليم اللي احنا فيه يعني ملتهب اه من جراء الاحداث فهذه الزيارة بعد هذه الزيارة يعني شايف انه حيكون الشكل الاقليمي ازاي التعامل في هذه الملفات الملتهبة او مع الملفات الملتهبة الحداشر شهر اللي فاته منذ انطلاق او بداية الازمة وانطلاق الحرب الاسرائيلية على غزة اثبتت الاتي انه لا يمكن ان تراهن فيها على امريكا لانها لن تتحرك ولن توقف الحرب ولن تمنعها وكمان بتزداد ضعفا مع قرب الانتخابات الاسرائيلة ولا يمكن ان تراهن على المنظمات الاممية لان كل القرارات التي صدرت لم تنفس ولا يمكن ان تراهن على الغرب يجب ان تراهن على قوتك انت الاقليمية وقدراتك سواء القدرات العربية او قدرات القوى الاقليمية زي مصر وتركيا مع بعض عشان كده وجود من هذا اللقاء اليوم العالم كله بيتراكب ويتراكب ما سوف يصدر عنه من بيان مشترك يتراكب ما سوف يصدر عنه من تصريحات واضحة حول التحركات الفترة القادمة لمنع امتداد الحرب واقافها في غزة واقاف المخطط الاسرائيل خاصة ان الدولتين لهم موقف واضح من هذا الحرب ولهم تحركات خلال الفترة الماضية وخاصة مصر سواء على المستوى السياسي الداعم بقوة للاشقاء الفلسطينيين سواء على المستوى الانساني وادخال المساعدات لغزة سواء على المستوى الدولي والتحركات الدبلوماسية اللي ظهرت على مدى الحضراش الشهر واعترف بها واحترامها وقدرها العالم بكل وبالتالي النهاردة هذا اللقاء انا بعتبر انه هيكون نقطة فاصلة فيما يتعلق بمستقبل الخطوات العربية او خطوات الاقليمية لوقف المخطط الاسرائيلي ولمانع انتداد الحرب على المستوى الشركة الاسرائيل بشكرك جدا لأستاذ احمد ايوب الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الجمهورية وتوصل مصر بسلامة وبشكرك على هذا التحليل